وفي أحدث ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة طالب تلوليات المتحدة كل الأطراف بوقف التصعيد وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مقتل مدنيين بغارات إسرائيلية بأنه مأسوي لكنه أكد في الوقت نفسه على ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بدوره استنكر مجلس التعاون الخليجي أعمال العنف الإسرائيلية داعيا المجتمع الدولي للقيام بسؤوليته لوقف تلك الممارسات العدائية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية بدورها دانت الإمارات الغارات الإسرائيلية فيما دعت تلبيب إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوترات في المنطقة على صعيد منتصل نددت الكويت بالتصعيد الإسرائيلي مؤكدة أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي فيما دعت مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف تلك الاعتداءات